تتنافس مختلف البنوك الجزائرية هذه الأيام على إطلاق قروض مغرية لاقتناء السيارات تكون بدون فوائد في إطار تشجيع السيرفة الإسلامية وذلك تزامنا مع اقتراب توزيع رخص استراض السيارات وفي هذا الإطار فتح بنك الجزائر الخارجي خمسة شبابيك لخدمات السيرفة الإسلامية بولاية مستغانيم ومعسكر وسيغو غيريزان وتيارت وقال المدير العام للبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش في تصريح صحف خلال إشرافه على افتتاح شباك للسيرفة الإسلامية بوكاية مستغانيم أن فتح هذه الشبابيك يدخل في إطار برنامج شبكة بنك الجزائر الخارجي التي تسوق لحد الآن عشرة منتوجات في هذا المجال كما أكد لطرش أن البنك الجزائري الخارجي يعد أول بنك عمومي يسوق منتوج موجه للمؤسسات للتمويل دورة الاستغلال كما أصبح بإمكان الزبائن طالب قرد ضمن السيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90% أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات وتم يوم الجمعة في إطار نفس العملية فتح أربع شبابيك لخدمات السيرفة الإسلامية على مستوى وكالات تيليمسان ومغنية وعنتموشنت وسيدي بالعباس ليصل عدد الوكالات التي تضم شبابيك لهذه الخدمات المالية أزيد من 50 وكالة وطنياً ترجمة نانسي قنقر